اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وعدها الشاب بحفظ الامانة قالت له انا مصابة بمرض السكر ففكر في الامر وسانتظر ردك غدا وتذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحم من في الارض يرحمكم من في السماء جاء الخبر كالصعيقة على الشاب وفي الغد التقى بها وقال لها لا يمكنني ان اتزوجك فانا اريد فتاة سليمة تنجب لي اطفالا اصحاء وانت كما ترين امترك صحة لا مثيل لها ستكون من نصيب فتاة معافاة حزنت فاطمة كثيرا وتعجبت من التحول المفاجئ لهذا الشاب وتدهورت صحتها خاصة بعدما افشى هذا الشاب سرها للكثيرين وخان الامانة ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعم ما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا كما حزنت اخته وغضبت منه وذكرته بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها اذا ات من خان واذا حدث كذب واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر في هذا الوقت لاحظ والد فاطمة ما تعانيه فقرر اخذها معهما لاداء عمره واثناء وجودها لاحظت سيدة تكاد تموت من الحر فقامت بمساعدتها وانقاذها فشكرها ابن هذه السيدة وكان شابا في غاية الاخلاق الكريمة وبعد عودتها لبلادها تقدم لها وتمسك بها اكثر بعدما علم بمرضها وتم الزواج وانجبت طفلا جميلة وفي احد الايام التقت بصديقتها شقيقة الشاب الذي اساء اليها وعرفت منها ان شقيقها تزوج من فتاة وانجب طفلة معاقة وانه يعاني من مرض خطير وان زوجته تركته هو وابنته لانها سئمت من حياتها معه ثم قالت لفاطمة ارجوكي سامحي اخي واطلب من الله ان يشفيه فانا اعلم مدى قربك من الله واعلم ايضا مدى طيبة قلبك وتسامحك وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت قيديكم ويعفو عن كثير وما انتم بمعجزين في الارض وما لكم من دون الله وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير طبيب شاب عرف عنه الصلاح والتقوى اثناء دخوله صباحا بوابة المستشفى التي يعمل بها رأى رجلا مسنا ضعيف النظر وبصحبتهم رأة عجوز مقعدة على كرسي متحرك وكان يبدو انهما ينتظران احد ولما انهى عمله بعد المغرب تفاجأ بانهما لا يزالان في نفس المكان وعلى وجوههما اثار القلق والخوف فاقترب منهما وعلم انهما في انتظار ابنهما الذي ذهب ولم يعد ولسانهما لا يكف عن الدعاء له بالسلامة واثناء وجود الطبيب بجوارهما توجه العجوز للكفاتيريا المجاورة فذهب الطبيب اليه كي يساعده فوجده يريد زجاجة ماء وصعق حينما علم انه لا يمتلك اي تنقود فاستأذنه الطبيب كي يشتري له الماء فوافق على استحياء فاشترى لهما طعاما وزجاجات ماء كثيرة وقبل ان يغادرهم الطبيب اعطته السيدة المقعدة ورقة قالت ان فيها رقم ابنها وطلبت منه الاتصال به حتى تطمئن عليه وتعرف سبب تأخره اخذ الطبيب الورقة فلم يجد سوى خمسة ارقام فيها فقال للسيدة يا امي للأسف هذا الرقم غير صحيح فانتفضت السيدة من مقعدها وقالت كيف هذا لقد اعطاني بني هذا الرقم وذلك الجوال كي اتصر عليه في حال غيابه اخذ الطبيب الجوال من يدها فاذا به هاتف قديم لا يوجد به شريحة ولا شحن فقال في نفسه حسبي الله ونعم الوكيل ايها الابن العاق وحتى لا يلحظان شيئا من تأثره قال لهما لقد هاتفته وكان جواله مغلقا زاد خوف السيدة القعيدة على فلدة كبدها وترقرقت الدموع في عينيها وهي تدعو الله ان لا يكون شيئا اصابه ظل الطبيب بجوارهما وكان الاب حين يرى اي سيارة سوداء يتهل الوجهه كطفل صغير ويرقض نحوها وهو يقول لقد اتى ابني ولكن للاسف لم يكن ابنه من ضمن القادمين وعندما سأل الطبيب رجل الامن الواقف على بوابة المستشفى عن ابنهما اخبره ان ابنه وزوجته انزلوهما من السيارة الساعة التاسعة واخبر المسؤولين بان سيارة دار المسنين سوف تحطر بعد قليل لاخذهما فنزل الخبر على قلب الطبيب كالصاعقة وبعد تقائق جاءت سيارة دار المسنين لتحملهما وقبل ان تصل الى الاب وزوجته اخذهم الطبيب في سيارته وقرر رعايتهما هو وزوجته في بيتهما واخبر الابوان ان ابنهما سافر في رحلة عمل طارئة وسيغيب بعض الوقت وبعد شهر واثناء وجود الطبيب في بيته فوجئ بشاب يبكي ويخبره بانه الابن العاق لابويه وقال له الشيطان جعلني اوافق على طلب زوجتي والقي بوالدي لدار المسنين وقد بحثت عنهما كثيرا حتى علمت من رجل الامن بالمستشفى انهما عندك اريد ان اراهما واسجد تحت قدميهما ليسامحوني لقد خسرت كل شيء وامردت زوجتي بعد عقوقي لهما وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال ملعون من عق والديه شعر الطبيب بصدق كلام الابن وصدق توبته فاخبره بان والديه لا يعلمان شيئا عن دار المسنين وعليه ان يخبرهما بانه عاد من رحلته لاخذهما لبيتهما وكم كانت سعادة الوالدين عند رؤية ابنهما وهو يقبلهما باكيا يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الويب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فاطمة فتاة ملتزمة وعلى خلق كريم أثناء دراستها بالجامعة أوصت زميلة لها غير محجبة بارتداء الحجاب والملابس الإسلامية وكان لها التأثير الكبير على هذه الزميلة في تغيرها للأفضل حيث أصبحت تقيم الصلاة في أوقاتها وتحفظ الكثير من القرآن والأحاديث والأذكار وكانت دائما تتحدث بحب عن صديقتها فاطمة بين أسرتها مما جعل شقيقها المهندس الشاب يتمنى رؤيتها والتقدم لخطبتها ظل الشاب يفتعل المواقف ويأتي للجامعة ليشاهد فاطمة التي لاحظت من نظراته إليها اهتمامه الكبير بها مما جعلها تشعر بارتياح من ناحيته خاصة بعدما فاتحتها صديقتها بحب شقيقها لها ونيته لخطبتها وفي أحد الأيام وأثناء جلوس فاطمة في مكتبة عامة اقترب منها شقيق صديقتها وأخبرها بحبه الشديد وأمنيته في الزواج بها فقالت له سأخبرك بسر اعتبره أمانة ولا تطلع عليه أحدا وبعد أن وعدها الشاب بحفظ الأمانة قالت له أنا مصابة بمرض السكر ففكر في الأمر وسأنتظر ردك غدا وتذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء